السلام عليكم يا رب تكونوا بخير ده الجزء التاني من فيديو التصميم ده على برنامج بلندر في الجزء الاول عملنا الكنبة والخدديتين بتوعها وشرحنا كل التفاصيل ووصلنا للنتيجة دي ازاي وفي الجزء ده هنشوف ازاي عملنا الترابيزة والابجورة والسجادة وهنختار الالوان والاضاءات والكلام ده كله فخلينا نبدأ بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب بتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنز ودلوقتي يلا بينا دلوقتي ممكن نعمل ترابيزة صغيرة مسلا جنب الكانبا دي فممكن نعمل اد مش سيلندر وعمل سكيل عشان صغرها عاجة زي كده واس زد عشان صغرها بس على الزيد اكسس وجي زد علشان اطلعها لفوق وبعدين هعمل لها كلها سكيل تاني حاجة زي كده وبعدين هدخل تاب جوه proyect مود وفاس للجت وهختار الفيس للفوق وهعمل عشان اعمل انسيت وصغرها خالص حاجة زي كده وبعدين اي علشان نعمل لها أوس avait بعدين هدوس اي واس علشان نعمل اكس준 وبعدين اعمل حاجة زي كده وبعدين اي علشان نعمل استرالحه ويبقى عندي حاجة زي كده وبعد كده هروح على الage select وهدوس alt واختار الage loop دي كلها وشفت واختار الage loop دي كلها طبعا وانا بعمل الكلام ده انا دايسة shift وalt الاتنين مع بعض وبس select الage loops بس لو اختار حاجة زي كده ممكن تسيب ايدك وتعمل ctrl z علشان ترجع خطوة وبعدين ترجع تدوس تاني shift وalt وبعدين تختار الage loop دي والage loop دي وبعدين ctrl b علشان تعمل bevel واسحب شوية حاجة زي كده طبعا دلوقتي الbevel كده مش مزبوط معي علشان احنا ما عملناش apply scale فخلينا ندوس click y main علشان نلغي اللي احنا عملناه ونرجع للobject mode وcontrol a ونعمل apply scale الاول وبعدين نرجع تاني tab علشان نرجع لل edit mode هتلاقي ان ال selection اللي انت كنت عامله لسه زي ما هو فهتعمل control b ودلوقتي الbevel هتلاقيه بقى مزبوط معاك حاجة بالشكل ده فهنسحب شوية زي كده وبعدين click علشان ن confirm وممكن نشيل بس الage loop اللي تحت دي فخلينا نرجع ctrl z فهنعمل alt ونختار تاني ده و shift و shift و alt طبعا ونختار الage loop دي وبعدين هنختار الage loop دي و هنعمل control b علشان نعمل bevel و نعمل حاجة زي كده وبعدين نرجع على object mode و click يمين و shade smooth وبقى عندنا طرابة يصحكة زي كده هنعمل g y و g x و ممكن نرجعها جنب الكنبة حاجة زي كده خلينا نعمل لها scale g y و g z و ننزلها على الارض اخر حاجة عاوز اعملها ان انا اعمل فانوس هنا فهعمل add مش cylinder وهعمل scale عشان نصغره تاني وبعدين g z و نفس الكلام اللي احنا عملناه في الترابيزة s z علشان نصغرها بس على l z access خلينا نقرب عشان نشوف حاجة زي كده ممكن نعمل scale ونكبرها شوية حاجة بسيطة زي كده و التابع عشان ندخل جوة edit mode ونتأكد ان احنا على face select وهنختار d ونعمل i علشان نعمل insert وصغرها لجوة حاجة زي كده وممكن نعمل i تاني ونصغرها اكتر حاجة زي كده وبعدين i عشان نعمل extrude ونرفعها حاجة زي كده مسلا كفاية وبعدين هنرجع على object mode و click يمين و shade smooth click يمين و shade auto smooth وبعدين g z علشان ننزلها على الارض زي كده وبعدين هنعمل هنتأكد ان احنا مش عاملين select على حاجة ونعمل add ومشي و slander تاني وبعدين s علشان اصغره برضو و g z علشان ارفعه لفوق حاجة زي كده بعد كده هن select object ده وهنروح تابع علشان ندخل جوة edit mode وهختار بس الفيس اللي فوق ده وهعمل s علشان نعمل له scale وهسخره لجوه حاجة زي كده والفيس ده وهعمل s علشان اكبره حاجة زي كده ممكن نكبر ده شوية s يعني كده قلطف وبعدين هاجي من الفيس اللي فوق ده و shift والفيس اللي تحت ده وهعمل x عشان اعمل delete faces وهمسح e to faces دول بالشكل ده وبعدين هرجع على object mode control a عشان اعمل apply scale زي ما اتفقنا وبعدين هنروح تاب تاني عشان ادخل جوة edit mode وهختار select المرة دي وهختار h a و h l a بالشكل ده وهعمل s shift z وهصغرها حاجة زي كده فاللي انا عملته دلوقتي ان انا قلت له اعمل scale وبعدين دست shift z علشان اقول له انه اعمل scale على كل ما عادة ال z اكسس فهو دلوقتي صغرها لي صغرها على ال x وال y اكسس لكن ما اصر ليش الطول بتاعها ما عملهاش scale على ال z اكسس بعد كده ممكن نرجع على object mode واعمل s z وصغرهم وصغر الشكل كله حاجة زي كده شوية control a عشان نعمل apply scale وبقى عندي حاجة زي كده الحاجة الاخيرة اللي انا هحتاج اعملها ان انا هعمل add mesh cylinder وهعمل scale عشان صغره خالص حاجة زي كده ويجي زد عشان ارفعه الفوق ودي هتكون اللمبة بتاعتنا بعد كده نفس الكلام ممكن اسلكت كل ده وانا مسلكت اللمبة وهعمل shift وسلكت ده وده 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 وخلي اخر حاجة اخترها الشابو بتاع ال اباجورة دي واعمل control p علشان اعمل لهم parent وابجيكت واربطهم كلهم ببعض بالشكل ده بعد كده هعمل g y وهعمل g x وهرجعهم جنب الحاجات اللي ورا دي بالشكل ده كده بقى عندي كل اللي انا محتاجه في لسين بتاعي ودلوقتي ممكن ابدأ ازبط لسين بقى بالالوان والاضاءة اللي انا اعوزها فخليني امسك ال plane ده وعمل g y واجيبه حاجة زي كده وبعد ايه ممكن من هنا بقى اجي من render properties واخليها cycles وخلي دي gpu compute عشان ابدأ اشوف بقى بجد اللي انا بعمله خلينا نمسك دي ونعمل g z وننزلها على الارض زي كده خلينا الاول نيجي من هنا من render properties واقلل بتاعت ال viewport دي خليها مية علشان اخفف على البرنامج شوية وبعدين ابدأ اضيف الالوان بالطريقة اللي احنا متعودين عليها من material properties بنعمل new وبعدين بنختار اللون اللي احنا عاوزينه خلينا مثلا نختار لون زي كده وهزود ال roughness خالص علشان تكون يكون شكل قريب للقماش وبعدين هاجي من الخددية التانية ومن السهم الصغير ده وهلاقي نفس المaterial موجودة عندي هنا فهاختارها وكده الاتنين هيشاروا نفس المaterial بعد كده ممكن اجي على ال couch واختار اللون بتاعها وانا كنت احبة ان الحاجة ما يكونش شكلها حقيقي قوي فبدأت ادي الوان تخدم الفكرة بتاعتي ان الحاجة يكون شكلها بلاستيك شوية ما تكونش واقعية قوي وبعدين جيت على اللمبة اللي جوه دي فاختارت اللي جوه ده اللي انا كنت عاوزة اعمله اللمبة وده بقى لما جيت اعمله جيت من هنا من بدل ما هي فانا اخترت دي من هنا دي بتخليها تنور مش تكون عادية بتكون مضيئة فانت من هنا بتتحكم في بتاعة الاضاءة ومن هنا بتتحكم في لون الاضاءة فممكن تعمل الاضاءة باي لون انت حبوه زي كده وبعد كده جيت على اللي فوق ده جيت من الماتيريال بتاعته وزودت شوية علشان ازود الشفافية بتاعته فيبقى تبقى الاضاءة واضحة منه بالشكل ده وزودت حاجة زي كده علشان ما يبقاش باين بالزبط شكل الحاجة اللي جوه يكون مجرد باين ان هو شفاف ان الاضاءة طلعة منه حاجة زي كده طبعا ممكن نيجي على الجسم بتاع الابجورة دي ونقلل الرفنس شوية عشان تكون بتلمع شوية حاجة زي كده وممكن عشان نحافظ على نفس الستايل نيجي على ونسلكت بس الاجلوب دي ونعمل كنترول بي وممكن نقلل اوكي داريبا محتاجين ان احنا نعمل ابلاي سكيل فخلينا نجع اوبجيكت مود وكنترول اي وابلاي سكيل خلينا نعمل كده علشان نشوف تاب عشان ندخل جوه الادت مود ودلوقتي كونترول بي تمام بدأ يعمل بافل مظبوط فممكن نعمل حاجة زي كده ممكن الترابيزة دي كمان نقلل الرفنس بتاعتها شوية بسيطة حاجة زي كده بعد كده ممكن اجي من دي وعمل اس واي واكبرها حاجة زي كده بعدين هعمل اد لايت اريا لايت جي زد وجي واي ويممكن اغير كمان لون الاضاءة بعدين مسحت الاريا لايت دي عملت اكس علشان امسحها ويممكن دي اعمل لها اس علشان نعمل وكبرها حاجة زي كده ويممكن ارجع اغير اللون بتاعها ويممكن اخلي ده كورنر فممكن امسح البلين دي اعمل اكس وعمل دليت وعمل دلوقتي اد مش بلين وعمل لها سكين حاجة زي كده ويممكن ادخل على الادت مود واختار التو اجز دول واعمل اي علشان اعمل اي زد عشان اعمل اكسترود على الزد اكسس وارفعها الفوق حاجة زي كده واعمل جي واي بعدين حبيت ان اعمل حاجة شكلها يكون شكلها سجادة علشان حسيت ان الدنيا شكلها فاضي شوية فعملت اد مش سيلندر وعملت له سكيل وبعدين عملت اس زد عشان اصغره بس على الزد اكسس وبعدين عملت لها سكيل علشان اكبرها حاجة زي كده وبعدين رحت على الادت مود وعملت انسات وصغرتها حاجة زي كده وبعدين رحت من الموديفايرز وعملت سب ديفيجن سورفيس موديفاير وعليت لاتنين وبعدين من بدأت اختار فيس اه وفيس لا اه من الفيس دي ويرحت عملت وعملت علشان ادي بس الفيس اللي انا عملالها مختلفة عن بقيت السجادة وبعدين عملت ايه علشان اعمل ونزلتها لتحت حاجة بسيطة خالص زي كده وبعدين اختارت الفيس اللي في النص وعملت لها برضو وعملت لها وعملت لها مختلفة ويبقت النتيجة عندي حاجة بالشكل ده وبعدين بدأت ازبط بس اماكن الحاجات وقوة الاداءات والوان الاداءات والكلام ده كله فبس كده يارب يكون الفيديو عجبك ويارب يكون كان مفيد ليك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنت واشوفكوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي